المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي الجزء الثالث ويتناول الفترة ما بين 1835 و 1837 احدثت هزيمة الجيش الفرنسي في معاركة المقطع في 28 جوان 1835 هزت عنيفة في الاوساط السياسية والعسكرية الفرنسية فقررت الحكومة الفرنسية استدعاء الحاكم العام دارلونج وتعيين الماريشال كلوزيل خلفا له والذي استقبل بترحاب كبير من قبل المعمرين الاوروبيين وعينت الجنرال دارلونج حاكما لاقليم وهران خلفا للجنرال تريزيل كما ادى انتصار الامير عبدالقادر في هذه المعركة الى تزايد نشاط المقاومة في متيجة فهاجمت قبائل حجوت المراكز الفرنسية على امتداد السهل حتى وصلت الى المرتفعات المطلة على العاصمة اما خليفة الامير عبدالقادر في مليانة فقد دفع بقوات كبيرة نحو سهل المتيجة محدثا هلعا كبيرا في صفوف المعمرين الاوروبيين وكان على كلوزيل ان يظهر حزما ضد المقاومة يجعله في مستوى الامال المعلقة عليه فاستنفر قوة تضم خمسة الاف مسلح زحف بها ضد قبائل حجوت العنيدة ثم ضد خليفة الامير في مليانة منتهجا سياسة الحرق وتدمير كل ما تصل اليه ايدي جنوده ولكن الحاكم العام الجديد جاء ليعيد الاعتبار للجيش الفرنسي ولن يتأتى له ذلك الا بالقيام بعملية عسكرية تكون ذات صدى واسع فاستعد لاحتلال مدينة معسكر عاصمة الامير عبدالقادر فطلب من حكومته قوات اضافية وبعد وصول هذه القوات الى وهران شرع على الفور في التحضير لهذه الحملة العسكرية المحفوفة بالمخاطر واول عمل قام به هو احتلال منطقة رشغون التي تقع عندما صب نهر تفنة بهدف منع وصول اي امدادات خارجية عن طريق هذا المنفذ البحري الى الامير عبدالقادر وفي 25 نوفمبر 1835 وصل كلوزيل الى وهران برفقة الامير دوق اورليون ابن ملك فرنسا لويس فليب والذي قرر المشاركة في هذه الحملة العسكرية واتخذ من منطقة الكرمى قاعدة تجمعت فيها قواته وقدرت باثني عشر الف مسلحين وفي 27 نوفمبر تحركت هذه القوات نحو وادي كليلات وخيمت في هذا المكان وفي اليوم التالي توجهت نحو وادي سيك وتمكنت من اجتياز غابة مولاي اسماعيل دون ان تتعرض لأي هجوم من قبل المقاومة وفي 30 نوفمبر وصل الجيش الفرنسي الى وادي سيك واقام في هذا المكان ثلاثة ايام وبدأت قوات الامير عبدالقادر تتجمع في موقع غير بعيد من تمركز الفرنسيين فتوجه كلوزيل نحوها على رأس فرقة من قوته ودارت بين الطرفين معركة دامت خمس ساعات لم يتمكن الفرنسيون من الانسحاب منها الا تحت جنح الظلام مخلفين ثلاثة قتلى واربع واربعين جريحا وعندما اشرقت شمس الثالث من ديسمبر غادر الجيش الفرنسي موقعه في وادي سيك باتجاه وادي الحبرى وكان يتعرض اثناء سيره لهجمات خاطفة وسريعة من قبل قوات المقاومة وفي هذه الاثناء انتقل الامير عبدالقادر بقسم من قوته الى وادي الحبرى واعد في هذا المكان كمينا استعمل فيه سلاح المدفعية وبمجرد وصول الجيش الفرنسي الى هذا الموقع استقبلته مدفعية المقاومة واحدثت خسائر في صفوفه الامامية ثم هاجم فرسان الامير الجناح الايصر لجيش الاحتلال اما الجناح الايمن فتعرض بدوره لهجوم واسع والتحم الجيشان وتحولت المعركة الى مواجهته رجل لرجل وجرح فيها ابن الملك الفرنسي كما اصيب الجنرال اودينو بجروح خطيرة ابعدته عن المعركة استأنف الجيش الفرنسي بعد ذلك سيره وتوغل في الجبال باتجاه مدينة مواسكر التي وصل اليها في 6 ديسمبر فوجدها خالية من سكانها لان الامير عبدالقادر كان قد امرهم بالخروج الى المناطق الجبلية المجاورة وفي 9 ديسمبر اعطى قائد الجيش الفرنسي اوامره بالانسحاب من المدينة بعدما احرق ودمر قسما كبيرا منها ووصل في 12 ديسمبر الى مستغانم ثم بدأ الماريشال كلوزال في تجهيز واعداد العدة والتخطيط لحملة عسكرية اخرى بهدف غزو مدينة تيلمسان وفي 8 يناير 1836 خرج على رأس قوة قدرت بتسعة الاف وخمسمائة جندي من وهران وتوجه نحو هذه المدينة وعند وصوله الى تيلمسان وجد كلوزال الامير قد اخلى المدينة من سكانها وخرج بهم الى الجبال المجاورة وتقدم قائد القبائل المتمردة على الامير ومعه الكراغلة الذين كانوا محاصرين في قلعة المشور لاستقبال الحاكم العام رافعين اليه اسمى ايات الولاء والاستسلام اما هو فقد طلب منهم خمسمائة الف فرنك كعربون على ولائهم لفرنسا عين كلوزال على تيلمسان الباي الجديد وقرأ كحامية عسكرية في المدينة بقيادة النقيب كافينياك ورجع الى وهران في 7 فبراير كما قرر انشاء مركز عسكري بالقرب من مصب وادي تافنة بهدف تأمين الطريق الرابط بين رشقون وتيلمسان وكلف الجنرال دارلونج بتأمين الاشغال الجارية فيه واثناء توجهه الى تيلمسان اصطدم دارلونج بجيش الامير عبدالقادر ودارت بينهما معركة كلفت الفرنسيين 300 قتيل وجرح فيها عدة ضباط من بينهم قائد الحامية الجنرال دارلونج نفسه ضرب الامير حصارا على الجيش الفرنسي الذي احتمى جنوده بخنادق في المركز العسكري ولم يتمكن الجنرال دارلونج لا العودة الى تيلمسان ولا التوجه الى وهران وطلب من العاصمة مده بقوات اضافية ولكن جيش الاحتلال في الجزائر لم يكن في وضع احسن من تيلمسان ولم تجد الحكومة الفرنسية من وسيلة لانقاذ جيشها المحاصر في رشقون الا بارسال قوات دعم تتكون من 6000 جندي انطلقت من جنوب فرنسا بقيادة الجنرال بيجو ووصلت الى المركز المحاصر في ستة جوان وفي ستة جوليا 1236 تحرك الجنرال بيجو من رشقون في اتجاه تيلمسان فاعترضه الامير عبدالقادر بجيشه في وادي سكاك ودارت في هذا المكان معركة انتصر فيها الجيش الفرنسي معتمدا على تفوقه في العدد والسلاح وفي نهاية شهر جوليا غادر الجنرال بيجو الجزائر باتجاه فرنسا وعلى اثر هذه المعركة عاد الامير عبدالقادر الى معسكر وادت كل هذه الاحداث الى نضوج فكرة تغيير مقر حكومته ووقع اختياره على تقدامة وهي مدينة داخلية بعيدة عن الساحل فنقل اليها عاصمته وفي هذه الاثناء كان هم الماريشال كلوزيل هو استعادة المدية من يد الامير عبدالقادر فاستنفر حملة عسكرية نحو عاصمة التطري من اجل اجبار سكانها على الاعتراف بالباي محمد بن حسين الذي اراد فرضه عليهم وكانت هذه الحملة فاشلة بكل المقاييس وعاد كلوزيل الى الجزائر بعدما كلفته هذه المغامرة خسارة 300 جندي بين قتيل وجريح ولكن الحكومة الفرنسية لن يهدأ لها بال ما دامت مدينة قسنطينة خارج سيطراتها وقسنطينة هي عاصمة بيلك الشرق الذي يعتبر اكبر واغنى الاقاليم الثلاث التي كانت تكون ايالة الجزائر ومنذ 1827 اصبح الحاج احمد بي حاكما لهذا الاقليم وكان هذا القائد قد شارك في معركة استوالي في 19 جوان 1830 واتيحت له فرصة التعرف على استراتيجية الجيش الفرنسي في ادارة المعارك والاسلحة التي يستعملها واستعد الماريشال كلوزيل لتحقيق حلم حكومته وطلب منها مده بقوة اضافية وصلت مباشرة من فرنسا الى عنابة واصبحت القوات الفرنسية جاهزة وتضم 8756 جنديا موزعين الى خمسة فيالق في 15 نوفمبر 1836 خرج الجيش الفرنسي من عنابة وفي 21 نوفمبر وصلت الفيالق الاولى الى قسنطينا كان لمدينة قسنطينا اربعة ابواب وهي باب القنطرة والباب الجديد وباب الواد وباب الجابية هذه الابواب متصلة فيما بينها بجدار يصل ارتفاعه الى عشرة امتار خطط كلوزيل للهجوم على المدينة من موقعين رئيسيين الاول من هضبة المنصورة التي نصب فيها المدافع والثاني من كدية عتي التي تقع الى الجنوب من المدينة وفي 22 نوفمبر قصف الفرنسيون باب القنطرة بالمدفعية واحدثت فيه اضرارا كبيرة وعندما عجزت المدفعية عن تدمير الابواب تسللت فرقة من الجيش الفرنسي الى باب القنطرة بهدف تفجيره الا ان رجال المقاومة بقيادة علي بن عسى امطروها بوابل من الرصاص من داخل المدينة عمت الفوضى في صفوف المهاجمين واضطروا للانسحاب ثم امر كلوزيل بهجوم ثاني من كدية عتي وكان هجوما فاشلا وقتل في هذا الهجوم عدة ضباط فرنسيين اثر هذا الفشل في اقتحام المدينة امر كلوزيل بالانسحاب وكان انسحاب الجيش الفرنسي في فوضة تم اضطر الى التخلي عن عتاده وحتى عن جنوده الجرح في عين المكان وتحت ضربات جيش احمد باي الذي كان يطارده من مكان لآخر وادت هذه الهزيمة الى استدعاء المريشال كلوزيل وتعيين الجنرال دامريمون حاكما عاما في الجزائر خلفا له اما الحاج احمد باي فاقتنع بان الفرنسيين عائدون الى قسنطين لا محالة فطلب من السلطان العثماني مده بالسلاح والجنود فارسل السلطان محمود الثاني عدة سفن تحمل المدافع وعدد من الجنود وصلت الى مدينة تونس الا ان باي تونس رفض السماح بانزال هذه المساعدات عندما رأى السفن الفرنسية التي اقتربت من سواحل بلاده اصبحت تشكل تهديدا له في 3 افريل 1837 استلم دامريمون منصبه في الجزائر وفي نفس الوقت حل الجنرال توماس بيجو من جديد في وهران ولكن ما هي مهمته فمنذ وصوله الى وهران شرع هذا الجنرال في اجراء اتصالات مع الامير عبدالقادر وتوجه على رأس قوة من 9000 جندي الى تيلامسان ثم غادرها الى المركز العسكري في تفنة ارسل الامير عبدالقادر الى الجنرال بيجو من يبلغه بانه مستعد للتفاوض معه فاسرع الجنرال الفرنسي الى تحرير شروطه وارسلها الى الامير ونصت على ان يكتفي هذا الاخير بحدود شلف وان يتخلى عن المدية ويدفع ضريبة سنوية لفرنسا لم يكن الامير عبدالقادر ليقبل بهذه الشروط التي تجعل منه تابعا لسلطة الاحتلال وبعد مراصلات عديدة تم الاتفاق على اجراء لقاء بين القائدين في لشقون ونتج عن هذا اللقاء التوقيع على معاهدة تفنة في 30 ماي 1837 نصت المادة الثانية من هذه المعاهدة على تحديد منطقة الاحتلال الفرنسي في الاقليم الوهراني وتشمل منطقة مستغان ومزغران وكذلك منطقة وهران التي تمتد من المقطع شرقا الى وادي المالح غربا كما نصت نفس المادة على حدود منطقة الاحتلال الفرنسي في اقليم الجزائر وتشمل مدينة الجزائر وسهل المتجة الممتد من وادي قدار شرقا الى وادي مزافران والقليعة غربا اما المادة الثالثة فنصت على حدود سلطة الامير عبدالقادر وتنازل فرنسا عن منطقة التطري ولكن اكبر مكسب حققه الامير عبدالقادر هو تنازل الاحتلال الفرنسي له عن تليمسان ومنطقة ريشغون كما نصت على ذلك صراحة المادة التاسعة من هذه المعادة وهكذا وبعد سبع سنوات من المعارك والتدمير والحرق والاعدامات الجماعية لم يتمكن الاحتلال الفرنسي من انتزاع الا هذا الجزء من مساحة الجزائر من ايدي المقاومة الجزائرية وطلبت الحكومة الفرنسية من الحاكم العام الجنرال دامريمون التحضير لحملة عسكرية جديدة لاحتلال مدينة قسنطينة فجهز هذا الاخير قوة عسكرية تضم عشرة الاف جندي واتخذ من موقع مجاز عمار قرب قلمة قاعدة تجمعت فيه قواته استعدادا للزحف على المدينة وفي صباح يومي اول اكتوبر 1837 تحركت القوات الفرنسية من مجاز عمار ووصلت الفيالق الاولى منها الى هضبة المنصورة في 6 اكتوبر اما الهجوم على المدينة فتقرر ان يكون من كدية عتي لذلك توجهت باقي الفيالق الى هذا الموقع كان احمد باي يتعقب بفرسانه جيش الاحتلال اثناء تقدمه نحو قسنطينة وتمركز على مسافة غير بعيدة خلف الفيالق الفرنسي المتمركزة في كدية عتي اما القسم الثاني من جيشه الذي يقوده علي بن عيسى فتولى الدفاع عن المدينة من داخلها وراء الاسوار قرر ابن عيسى ان يبادل بالهجوم ضد الغزاة على محورين المحور الاول عن طريق باب القنطرة ضد القوات المتمركزة في المنصورة اما المحور الثاني فكان باتجاه كدية عتي وفي نفس الوقت سير احمد باي هجوم اخر ضد هذا الموقع وفي يوم 11 اكتوبر تمكنت المدافع الفرنسية من احداث ثغرة كبيرة في جدار المدينة وانتقل الجنرال داميرمون الى كدية عتي ليتفقد الاستعدادات لاقتحام تلك الثغرة فاصيب بقذيفة مدفعية المقاومة فاردته قتيلا وقتل الى جانبه الجنرال بيريغو تولى الجنرال فالي قيادة الحملة العسكرية وفي يوم الجمعة 13 اكتوبر اقتحمت القوات الفرنسية الثغرات التي احدثتها مدفعيتهم وقتل في هذا الهجوم عدد كبير من جنود زواف برصاص المقاومة كما قتل العقيد كومب واصيب العقيد لاموريسيال بجروح خطيرة وتمكن الجيش الفرنسي من الدخول الى المدينة معتمدا على تفوقه العددي وبدأت معركة ظارية ورهيبة في شوارع المدينة تحولت الى مواجهة رجل لرجل باستعمال الحراب والسلاح الابيض واضطر الغزاة لاحتلال احياء قسنطينة بيتا بيتا وامر بن عيسى السكان بالخروج من المدينة ولكن هذا الخروج كان في فوضة عارمة فسقط عدد كبير من الاطفال والنساء والشيوخ في وادي الرمال السحيق واطلقت المدفعية في باريس 21 طلقة اعلانا وابتهاجا بسقوط قسنطينة وهكذا كانت معركة قسنطينة ملحمة حقيقية ابدى فيها الشعب الجزائري شجاعة من قطعة النظير واستماتة في الدفاع عن ارضه ضد عدو يفوقه في العدد والسلاح اشتركوا في القناة